بسم الله الرحمن الرحيم الطلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 نستكمل معا شابتر 4 اللي بيتكلم عن Failure Theories المتعلقة بالتحميل الديناميكي ده طبعا الجزء اللي احنا وقفنا عنده المرة السابقة وهو types of dynamic loading أو أنواع التحميل الديناميكي وأولها وأختارها completely reversed or cyclic stress معناها طبعا أن الجزء بيتعرض إلى إجهادات متكررة متكررة زي ما احنا شايفين كده متغيرة من sigma maximum اللي هي في إلى sigma minimum في أقصى compressive stress يبقى متكررة متغيرة من أقصى قيمة إلى أقصى قيمة في الاتجاه المقابل وعرفنا إزاي نحسب sigma min و sigma variable اللي هو الإجهاد المتوسط والإجهاد المتغير تاني نوع من أنواع التحميل الديناميكي اللي هو repeated stress وهنا repeated stress بيظهر نوع واحد فقط اللي هو عبارة عن وليكن مثلا في الشكل اللي احنا قدامنا ده اللي هو التنسايل يبقى ده repeated من أقصى قيمة إلى الزيرو وبيتكرر بعد كده لكنه كله في إيه في التنسايل stress طيب خلينا نضرب مثال على كده لو احنا عندنا مثلا الاوناش اللي هي بتحمل آآ أثقال بالشكل ده كده طبعا لما يكون فيه هنا ثقل بقيمة كبيرة بيبقى الوزن بتاعه إلى أسفل ورد الفعل هنا إلى أعلى فكأن البار ده أو الحبل اللي هنا الواير الصلب اللي هنا بيتعرض إلى إجهاد تنسايل stress لو الحمل ده أصغر يبقى بيتعرض إلى تنسايل stress أقل لو الحمل زيرو يبقى بيتعرض إلى زيرو وهكذا فعلى حسب الحمل بيزيد قيمة الاسترس وبتتغير من وإلى وممكن منها برضو نحسب سجما مين وسجما سجما مين بتساوي سجما ماكسموم نفس العلاقات السابقة اللي احنا اتكلمنا عنها لكن هنا ده بيبين سجما ماكسموم وهنا سجما مينوم وده سجما مين اللي هو يعتبر نص سجما ماكسموم وهو نفسه قيمة سجما النوع الثالث اللي عندنا اللي هو وده طبعا مفيش حاجة بتحكمه التكرار بتاعه بيتكرر من إلى من تنشن أو كومبريشن لكن ليس بالضرورة أن سجما ماكسموم هنا تساوي سجما مينوم في الاتجاه المواكس زي ما كان فيه هنا ده اسمه وده بيتغير قيمته زي ما قلنا من سجما ماكسموم إلى سجما مينوم وبشكل عشوائي وده برضو في خطورة إنه هو بيعدل من الأوضاع بتاعته وبيظهر عندي فيه التنسايل سترس والكومبريسيف سترس دي أنواع التحميل الديناميكي بنكتفي بهذا القدر ونلتقي في الدرس القادم ترجمة نانسي قنقر